ومن واقع الترابط الفعلي الذي يجعلنا جميعا أعضاء لجسد واحد ومن واقع حجم التحديات والضغوط الراهنة الذي يفوق قدرة أي دولة على التصدي لها منفردة فأنه يتعين علينا تبني مقاربة مشتركة وشابلة تهدف إلى تعزيز قدرتنا الجماعية على مواجهة مختلف الأزمات استنادا على أسس واضحة تقوم على تكريس فهوم الوطن العربي الجامع من ناحية والدولة الوطنية ودعم دور مؤسساتها الدستورية من ناحية أخرى لما يسهم في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ رقائز الحكم الرشيد والمواطنة وحقوق الإنسان ونفذ الطائفية والتعصب والقضاء على التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة وقتها الطريق أمام أي محاولات لدعمهم أو منحهم غطاء سياسيا أو توظيفهم من قبل بعض القوى سواء الإقليمية أو الدولية لإنشاء مناطق نفوز لها في العالم العربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر